السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الدرس اليوم ونشوف فيه كيفية تغيير رمز سري لجهاز بصورة VT الطريقة هي كالأتي المرحلة الأولى نقوم بالضغط على الزر الأخضر في جهاز تحكم على البعد يعطينا واجهة VT Panel قم بالضغط على VT System Tools بعدها نقوم باختيار Set Route Password يعطينا جهاز رمز سري تلقائي أنا نقوم بتغيير هذا الرمز السري بالرمز الذي نختاره نضغط على الزر الأزرق لكي نعطينا لوحة المفاتيح نقوم بكتابة الرمز الملائم وبعدها نضغط على رمز أخضر لتأكيد اختيارنا نشاهدوا معايا كتبت مثلا الرمز ديالي هنأكد اختيار ديالي بتتشاهدوا معايا بعدها لتثبيت هذا الرمز نهائيا هنقوم بالضغط على Set Password لتأكيد اختيار بعدها كتبت تشاهدوا معايا تقول لنا أن تم تغيير الرمز السري بنجاح نتمنى أن الترس كان مفيد هنا عندكم شي ملاحظات وقتراحات ما تبخلوش بها زرونا على الموقع www.technosatellite.net توجدوا في جميع الدروس وجميع الشروحات أو على صفحتنا في فيسبوك facebook.com slash technosatellite نخليكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة